موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه الجلسة والتي سوف نخصصها للإجابة عن أسئلتكم التي تصلنا تباعا عبر البريد الإلكتروني أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهذا ما سنواصل عليه بإذن الله تعالى حيث أسبوعيا نخصص حلقة من هذا البرنامج للإجابة على الأسئلة التي تصلنا سواء عبر الإيميل الذي يظهر على الشاشة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي بدورها تشاهدونها على الشاشة السؤال الأول وصلنا من الأخ يسمى نفسه جمال أو يسمى جمال هل تؤيد الرئيس عبد المجيب تبون وهو رئيس غير شرعي الجواب المسألة ليست مسألة أن نؤيد أو لا نؤيد أولا أنا لست رجل سياسي ولا أنشد السلطة ولست معارض بالمعنى الذي تقتضيه كلمة المعارض السياسي أنا كاتب وباحب وأعملت في مجالات مختلفة كمجالات حقوق الإنسان وغيرها وعندما أتكلم أتكلم بمنطق المثقف الكاتب أحيانا يأتي كلام معارض وأحيانا أخرى يظهر كأنه موالي وهذا ينطلق أساسا من خلال المعطيات المتوفرة لدي لذلك قضية أني أؤيد أو لا أؤيد لا معنى له من خلال موقعي كمثقف جزائري أما من خلالي كمواطن جزائري فقد أيدت المسار الانتخابي نعم أيدت المسار الانتخابي فكحل من أجل تفادي الانزلاقات التي قد تحدث ونحن ندرك أن التعنت من أي طرف كان غالبا ما يصل إلى إشعال مثل هذه الأزبة أنا أيدت المسار الانتخابي لأنني أدركت أنه الأقل سوء أو على الأقل المسار الآمن الذي يضع الجزائر في طريق سليم وبعد ذلك من يريد أن يعارض يعارض ومن يريد أن يختلف مع السلطة يختلف ومن يريد أن يترشح يترشح هذا شأن آخر آخر يبدأ ما بعد الانتخاب البعض يرانا يقول بأنه هذا هو هذا رضوغ ترى ما هو البديل الذي كان قائم البديل الذي رآه الناس هو تصعيد تجاه المؤسسة العسكرية وأنا أدرك من خلال التجربة أنه لم تنجح أي ثورة إلا إذا دعمتها المؤسسة العسكرية أعطوني ثورة نجحت عبر التاريخ لم تدعمها المؤسسة العسكرية إما أنها دعمتها المؤسسة العسكرية أو أنها تقف خلفها المؤسسة العسكرية أو أنها انقلاب عسكري تحت مسميات ثورية مختلفة مثل ما حدث في عديد من الدول هذه هي الحالة أما أنواجها مع المؤسسة العسكرية فهي دائما تؤدي إما إلى فشل المشروع التغييري أو أنها تؤدي إلى حروب وفي النهاية يموت فيها الأبرياء وعشناها في الجزائر لما دخلت جبهة الإنقاذ هذا دخل الإسلاميون في حرب مع المؤسسة العسكرية أي أنتهى الأمر انتهى إلى هزيمة جماعاتهم الإرهابية ولكن دفعت ثمن الجزائريون قتل الكثير من الجزائريين ومليارات من الخسائر وما إلى ذلك ونرى أيضا أيضا ما يحدث في سوريا ورغم أنه اختلافات في المشهد عندما دخلت الثورة في مواجهة مع المؤسسة العسكرية والحقيقة أن الثورة دخلت في مرحلة دفاع عن النفس لأنه منذ اليوم الأول المؤسسة العسكرية السورية هي التي أعلنت حربها على الشعب هذه الحقيقة التي وقفت عليها ليس انتصارا لأي طرف إنما هو انتصار للحقيقة فقط ماذا وصل الحال؟ وصل سوريا إلى ما ترونها تفككت سوريا عمليا متفككة وإن كانت رسميا غير متفككة مناطق يسيطر عليها أمراء حرب مناطق يسيطر عليها ميليشيات الجيش تحول إلى عصابات بعدما كان من قبل جيش طائف موالي إلى العائلة وليس حتى إلى الطائف الأسدية وما إلى ذلك إذن المشكلة أن أدرك يقينا أن أي تصعيد في مواجهة مع المؤسسة العسكرية سيؤدي إلى الخسارة لذلك رأيت بأنه من الأفضل أن يكون تماهي بين المؤسسة العسكرية وتكامل الأدوار حتى أنه لم يحقق الحرك الشعبي كل ما يريده الحرك الشعبي رفع من سقف مطالبه أنذاك وهذا طبيعي في الثورات الشعبية وفي الحرك الشعبي دائما أن المطالب تبدأ صغيرة ثم تتصاعد تتصاعد قاعد حتى تصل إلى مرحلة كسر العظم والجزائر لو لا الله ألا ثم المسار الذي اتخذته المؤسسة العسكرية منذ البداية حيث تخندقت مع الحركة الشعبي عملت بأسلوب التوازن التوازنات القائمة التي تفرض تحقيق كثير من الأهداف والمطالب الأخرى رأتها أنها يجب أن تتحقق تباعا وفق المسار الدستوري وأنا آمنت بهذا الحل لأنني أدرك تماما أن الأمور ستصل إلى مآلات سيئة سيئة سيدفع من ثمنها الشعب الجزائري فقط ولن يدفع ثمنها أولئك الذين يحرضون من أماكنهم العاجية أو من إقاماتهم حيث يقيمون خارج الحدود فلذلك أيت المسار إذن تأييد المسار الانتخابي لا يعني تأييد الرئيس تبون المسار الانتخابي ناشدت في ذلك الوقت وطلبت الناس أن الحراك الشعبي طلبت في ذلك أن يتخندق مع مرشح في البداية قلت لهم يجب أن يكون لديهم مرشح رفضوا بعد ذلك على الأقل تخندقوا مع أحد الوجوه الخمسة التي ترشحت وهناك من كانت معروف بمعارضتها أرذتها ولم تكن يوما بالطريقة التي يصورونها على أنهم من رجال بتفريقة حقيقة ولكن للأسف الشديد رفضوا أيضا والانتخابات جاءت بالرئيس تبون أنا من حيث المبدأ لن أطعن في شرعيته فهو رئيس منتخب مغذي النظر عن النسبة التي انتخابته ولكن الآن مرحلة أخرى نحن ليسنا في مرحلة الحديث عن شرعية الرئيس بقدر ما نحن في مرحلة الحديث ما الذي سيحققه الرئيس من مطالب ما زالت لم تتحقق بالنسبة للحراك الشعبي الحقيقي خليني من الحراك الشعبي اللي بقي الحراك الشعبي الأول الذي كانت لديه مطالب محددة وتتعلق بالتغيير وتتعلق بمحاربة الفساد وتتعلق بجمهورية جزائرية أخرى غير التي كانت قائمة هذه المطالب لم تتحقق جميعا إعادة بناء مؤسسات الدولة على قواعد صحيحة يكون هناك برلمان حقيقي يكون دستور حقيقي يكون كل الأمور هذه يجب إعادة بناءها لكن جاءت جائحة كورونا أخرت الكثير من الأمور بلا أدنى شك إذن الأمور واضحة هناك بعض ما نتفق معه ومع الرئيس تبون فيه وهناك ما نختلف فيه نختلف معه فيه وهذا أمر طبيعي لأنه هو رجل يمارس السلطة هو في منصر رئيس الجمهورية هو عنده معطيات ونحن أيضا في صف آخر نتابع من بعيد ولدينا معطيات أخرى أخرى بالطبع نتفق معه في أمور ونختلف معه في أمور ولكن مسألة شرعية الرئيس بالنسبة لي أنا تعتبر منتهية فالرئيس شرعي انتخبته نسبة من الجزائرية رغم الظروف التي جرت فيها الانتخابات رغم التحريض رغم محاولات منع الانتخابات كل هذه الأمور ورغم ذلك تم نجاح الانتخابات ووصل الرئيس تبون إلى السلطة إذن مسألة تأييد أو لا تأييد هو مسألة أخرى ما أقوم به وما أفعله هو تأييد المسار الذي انتهجته المؤسسة العسكرية منذ انطلاق الحراكة الشعبي لأنه هو المسار الآمن رغم ما فيه من نقائص رغم ما فيه من أشياء نراها وربما يوجد من يراها أيضا كثير من غيرنا ولكن رغم ذلك يبقى دائما تأييدنا المسار وفي نفس الوقت المطالبة بتحقيق ما يجب تحقيقه حتى لا نتعود الجزائر إلى المربع الأول مثل ما حدث من قبل